قال رحمه الله تعالى باب تحريم النميمة وهو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى تحذيرا من هذه الآفة الخطيرة من آفات اللسان وهي نقل الكلام من شخصا إلى آخر ليفسد ذات بينهم وليوجد بينهم قطيعة وعداوة وبغضاء وهذا من الإفساد والله لا يصلح عمل المفسدين والله يعلم المفسد من المصلح فهذا يعد من الآفات من الآفات الخطيرة من آفات اللسان الإفساد بين المتحابين الإفساد بين الإخوة الإفساد بين زوج وزوجه أو أخ وأخيه أو صديق وصديقة أو جار وجاره هذا العمل من أشنع العمال الإسلام جاء بالحث على التآلف والتحاب وتقوية الأواصر أواصر الأخوة الإيمانية الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول وكونوا عباد الله إخوانا المفسد عكس هذا الأمر الأصل في المسلم أن يكون من المصلحين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس النمام عكس هذا يعني لا يسعى في إصلاح بين الناس وإنما إذا وجد بين إثنين ألفة قوية ومحبة عميقة أخذ يشتغل بينهم بنقل الكلام حتى تتحول هذه الأخوة والمحبة إلى عداوة وكم من الفساد والشر العظيم حصل على أيدي النمامين والواجب على المسلم الناصح لنفسه أن لا يسمع لنمام وأن لا يطيع نماما كما سيأتي معنا في نهي الله سبحانه وتعالى عن طاعة النمامين لأن سماع كلام النمام وطاعته فيما هو يعمل لأجله يترتب عليه فساد ذات البين والقطيعة بين الإخوان والتهاجر والتباغض وهذا خلاف ما دعا إليها الإسلام من التآلف وحذر منه من التباغض ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا الحاصل أن النمام هو من ينقل الكلام من شخصا إلى آخر على وجه الإفساد يعني لكي يفسد بين الطرفين نعم